هذا كل ما تبقى من منزل خشبي جميل في فارسوفيا اشتاحته النيران التقطت هذه الصور من الإطفائيين الذين شهدوا على درجة الحريق العالية المنزل ولحسن الحظ كان خاليا عند اندلاع الحريق مخيف عدد الحرائق في الشتاء في بولونيا مذو شباط الماضي استدعي الإطفائيون إلى التدخل لأكثر من ألفين مرة أسباب اندلاع الحرائق كثيرة جدا من حوادث يتسبب بها الراشدون والصغار أو جرائم يرتكبها من يعانون من هوس الإحراق وأيضا قد يعود السبب إلى سوء استخدام وسائل التدفئة بالإضافة إلى النار العدو الثاني للبولونيين في الشتاء هو أول أكسيد الكربون المنبعث من وسائل التدفئة خلف هذه النوافذ عشرات المرضى الموضوعين تحت ضغط عال لكي يتنفس الأكسجان المضاعف بكمية كبيرة مركز الضغط العالي هذا مختص عادة بمعالجة الجروح من الحوادث ولكن في الشتاء يتحول إلى معالجة حالة التسمم من أول أكسيد الكربون في نهاية الأسبوع الماضي اشتغل المركز بشكل دائم من الجمعة إلى الأحد عاين 17 حالة تسمم بأول أكسيد الكربون من بينهم امرأة حامل العناية السريعة هنا تبعد المرضى عن دائرة الخطر ولكن إنشاء المركز الرسمي الأول للضغط العالي في بولونيا سيكون بعد عشر سنوات حالات التسمم بالكاد ينخفض عددها ومنذ بداية السنة يلقى العشرة منها مصير الموت ترجمة نانسي قنقر